موسيقى مساء الخير لحد النهاردة في ستات كتير عايشة بمبدأ ضل راجل ولا ضل حيطة زي نورة بطل قصة حقيقية النهاردة اللي بعد ما شافت كتير قوي من طلقها وابو ابنها ومرت بتجربة كافي لانية خليها تكره كل الرجال اللي في العالم رايحة تاني برجليها لراجل طبعه أصعب وهي اللي بتجري وراء رغم الكل اللي بيعملوا فيها والسبب إنه ضل راجل ولا ضل حيطة طب إيه اللي حصل بالزبط تعالوا نشوف نورة بعدها تقول لنا إيه اسمي نورة وعندي 38 سنة اللي هو السن اللي الست فيه بتحس إن هي وقفة في النص لا عارفة تغير اللي فات ولا عارفة إذا كانت هتلحق تعيش لها يومين حلوين ولا لا خصوصا لما تكون ست مطلقة ومخلفة وضعت منها أحلى سنين حياتها في تجربة ما يعلم بيها لربنا أنا بنت أبوها وأمها ماتوا هي لسه صغيرة عشت طفلتي وشبابي في تعب وبهدلة اتمنيت من ربنا يرزقني بزوج صالح يعوضني عن موت أبويا وأمي وكل اللي شفتوا لكن زي ما بيقولوا الدنيا ما بتديش محتاج اتجاوزت واحد ما عندوش ضمير بهدلني ومرمطني لحد ما اطلقت منه وأنا شايلة طفل مريض رمى ونسي إنه ابنه مهتمش بتربيته ولا مصاريفه وسبني أكله أم وأب كان عمري وقت الطلاق 29 سنة وعشت لتربية ابني ومتابعة حالته وعلاجه كنت كل فترة بعمله عملية جراحية بسبب المشاكل اللي تولد بيها وأقول الحمد لله على الأقل ربنا مقدرني من غير ما مدي إيدي لحد وأعدت كم سنة قوية وصمدة من بعد ما شلت من حساباتي نهائي فكرة الحب والاحتياج لراجل في حياتي وقلت كفاية عليا اللي شفته مش هنعيده تاني وربنا يقدرني على تربية ابني وتحملت وتغربت وعيشت في القاهرة الوحدي عشان أكون قريبة من المستشفيات والدكاترة اللي بتعالج ابني شفت شقة ومرمطة ووحدة اتبهدلت حرفيا ما بين الشغل وتحمل مسؤولية طفل المريض وأنا الوحدي كنت بحرم نفسي أحيانا من الأكل عشان أعرف أحوش فلوس لبكرة اللي ما عرفش مخبي لي إيه وفضلت في الدايرة دي كم سنة لحد ما رجعت بلدي في الآخر كنت محوشة مؤدم لشقة متوضعة واستلمتها الحمد لله ونقلت فيها أنا والولد وعايشين فيها لوحدنا يا سيلي طب تعالي نوقف هنا أنا ملاحظة يا نورا إن كثير الوقت لوحدك لأقولتي سيرت أهل اللي هم الإخوات والصحاب خلان خلات جيران ليه؟ تعالوا نكمل أول ما سكنت قررت أكون في حالي لا عايزة أعرف حد ولا حد يعرفني بعدما سنين عمري اللي فاتت ورتني إن البعد عن الناس غنيمة ومش بييجي من ورا اللي اختلاط بيهم غير الأزى وواجع القلب والمشاكل اللي ما بتخلصش بس غصبنا عني زيقت من الحطان اللي مش بتكلم غير معاها وبدأت من سنة أحس إني محتاجة الراجل أكون معاه راجل بجد وغصب عني بدأت أتعلق بواحد جاري رغم إنه متجاوز ومخلف يعني أنت يا نورا سبتي كل رجالة العالم ولازم نروح نتعلق بواحد متجاوز ومخلف وجارك أكيد تعرفي مراته صح؟ تعالوا نكمل قبل ما حد يلومني يحط نفسه مكاني في الأول ويجرب كل اللي أنا شفته فعز ما كنت مقررة إني مش هعرف ولا هكلم حد بدأت أحس إني بموت مانا برضو بني قدمة ولو ما سلت إني قوية ومش هممني هبقى كذابة ولشدني الجاري ده إنه كان إنسان في منتهى الطيبة والحنية على عياله كان بيخاف عليهم قوي ودي الحاجات اللي كنت هموت عليها مش عايزة غيرها في حياتي قصب عني لقيتني تمنيته بس في سري وفضلت كتمة الشعور ده جوايا لحد ما جمعتنا الظروف وتكلمت معاهم وتعرفت عليهم أخذ رقمي وأخذت رقمه بس عمري ما فكرت أتصل بي لحد ما في مرة فجئت بي هو اللي بيكلمني وبيسأل علي ومرة على مرة اتعلقت بي أكتر وحبيته هو كمان في الأول كان مهتم ودايما يتصل بي ويسأل علي وعلى إبني وأنا كمان بدأت أركز معاه جدا في كل تفاصيل حياته ابتديت أهتم بي وأحاول خليه فرحانه ومبسوط بس ما كانش بيحصل بينا مقابلات ولا خروج وشوية بشوية ابتدى يبقى منه وش تاني وش فيها عصبية نرفزة صوت عالي طريقة فيها شخط وتحكم وأوامر والمكالمات بقيت حسب ظروف ما بقاش فيه تعبير بقى أي كلمة حالوة عن اللي جوا زي ما كان بيعمل أول ما تعرفنا على بعض بس أنا كنت بستحمل وسكت وصد الشعور الجميل اللي كنت بحلم بي وكنت فرحانة بي بالقليل ده ومبسوطة حتى لو كل مكالماته في الغالب في هالزعيق لحد ما عرفت ان هو بيمر بأزمة مادية كان هيتحبس فيها الأزمة دي خلته عايش في ضغط نفسي رهيب بقى دايما مكاشر ومخنوق وعصبي وبيتكلم بأسلوب وحش في الوقت ده كان ابني داخل يعمل عملية جراحية في رجله ولازم أسافر بي لقاهرة من كتر خوفي على جاري واني ممكن أرجع ملاقيهوش فكرت أأجل عملية ابني بس الدكترة أكدوا علي اني لازم أعملها وعيشت في جحيم لمدة شهر خلال الشهر ده كنت كل فترة بسيطة أحاول أفجأه بأي حاجة حلو ممكن تفرحه كل شوية أحاول أهون على قلبه وأقوله ما تزعلش أنت مش لوحدك لغاية ما عملت العملية لابني ورجعت تاني البلد وساهمت بربع المبلغ اللي جاري كان محتاجه والوضع بقى مطمئن يعني مش هيتعرض للحبس ابتديت أستنى منه أنه يفكر معي إزاي هنكون مع بعض والكلام ده بقى خصوصا بعد ما وقفت جنبه بس فجأت بيه بيقول لي أنا مش هرتبط بيكي إلا لما يكون معايا شغل أو دخل كبير عشان أعرف أعيش معاكي وقال هالي صريحة كده بيها الشقة بتاعتك وديني الفلوس أعمل بيها مشروع وأنا هأجرلك شقة أنت وابنك ونعيش مع بعض وديني فرصة يوم واحد بس عشان أفكر قلت له بس دي شقة ابني المريض قال لي يبقى خلاص ولما لقاني كبرت دماغي وسكتت عن الموضوع ابتدى ياخدني بالسياسة لمدة يومين بقى مغرقني كلام حاله وخرجني وجاب لي اللي نفسي فيه وبردو ما فيش نتيجة عم أتغير معايا تماما وبقى بيعملني معاملة وحشة وللأسف ما قدرتش أبعد عنه فحبيت أفرحه وقلت له أنا هدخل جماية وبفلوسها نأجر محل ونفتحه سوبر ماركت ونقف فيه وانت اللي تمسك المحل وبكده أبقى عوضته عن رفضي لبيع الشقة أم استفزني وفضل يضايقني بالكلام لغاية ما خرجني عن شعوري وفضلت أزعق وأقول كلام كتير وأنا منهارة طلبت إننا نبعد عن بعض فوافق بكل سهولة بس أنا ما قدرتش أسيبه بعدها بكام يوم فضلت أتصل بيه وأبعت له على الواتس هاب وهو ما يردش علي وفين وفين لما وافق يكلمني قلت له أنا بدأت أعمل مشروع عشان يكون موابسوط مني ويصالحني فرجع يكلمني ابتدت أحس إنه هيرجع تاني زي الأول بس برضو اختفع قطع الاتصال نهائي ودلوقتي هو وحشني قوي ونفسي أكلمه ومن وقت ما قطع الاتصال أنا ما اتصلتش بيه نهائي وكل ما بسمع صوته من ورا الباب وهو على السلم بموت حرفيا قال بي وجعني قوي وهو مش موجود هو مش عارف أعمل إيه كل اللي اتمنيته من ربنا إني أعف نفسي بيه وطلبته من ربنا كتير في عزة تعبي واحتياجي دلوقتي مش عارف أخرج من الحالة دي إزاي نفسي أكلمه بس مش هينفع جوايا صراع صعبة قوي قلبي وجعني وهموت عليه وعقلي شايف إن كرمتي هتتهان عالفاضي وإنه ما عملش حاجة واحدة عشاني قولولي أعمل إيه قولولها تعمل إيه أنا من ردنا مش أقول أقول إيه ممكن رسالة بين إن هي مستفزة وتستفزي ستات كتير خايفة على جزها وتخاف منجارتها وأنا بخاف من كده في المجتمع إن إحنا لما نقول القصص دي اللي هي الحقيقة اللي معنا الناس تبتدي تخاف بس إحنا بنحاول إن إحنا ننور لكم بصيرتكم شوية على حاجات أنتوا ممكن تكونوا مش وغدين بالكم منها وممكن نكون بنحاول نعقل الطرف التاني اللي ممكن يهدم أو يخرب أو يبوز حياة حد أنا عمري ما كنت متحملة على حد في قصة حقيقية لأنه لما يبعت ويستنجد بيك وإنت تغزله دي كبيرة قوي ووحشة قوي وإحنا بنعملش كده على قد ما فيها لغبطة وإحنا مش فاهمين إنه طب هي جاني ولا ما جني عليها طب إيه اللي خليها تعمل كده مش ده اللي احتياج طب بقولكو إيه هو الواحد لما بيتظلم مش ممكن يظلم من غير ما ياخد باله زي البنت اللي بتقول طب ما أنا ما تجوزتش لغاية دلوقتي إيه يعني ما أخد واحد ما تجوز زي الست اللي بتقول أنا عيشت سنين واحدة صعبة وما حدش حاس بي من حقي أن أتمنى ده من ربنا أتمنى جوزها نيجي نقول أنت ما حطتش نفسك مكانهم بس الكل اللي بتقوله إنه غلط وصح لا ما بتمشيش كده أسئلة كتير قوي محتاجين نفهم بقى نفسيا إيه اللي وصلنا لده ونتعامل معه إزاي استنونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر شكرا